وكانت من أوائل النشاطات التي قمنا بها جمدنا اشتفاف البعث عدنا الجيش سميناه الجيش العراقي رجعنا مئات الالوف من العسكريين أسسنا الشرطة أسسنا المخابرات منعنا المخابرات بقانونهم ونظامها الداخلي من تعتقل أي واحد أو يتراقب أي شخص بالعراق وبدأ العراق يتعافى من الطائفية ومن الاشتفاث ومن عودة تفكيك المؤسسات وبدأ يتقدم بقوة العراق وأنا كنت من الناس الذين يرفضون بصراحة الممارسات الخائبة التي جاءت بها قوات الاحتلال وقلت لهم بخطابه بالكونغرس الأمريكي انتقدت السياسة الأمريكية والكونغرس وقوفا يصفقون لما قلت في وقتها في الولاد المتحدة الأمريكية وسياستنا الاقتصادية بنيت على تحقيق الرفاهية والكرامة للشعب العراقي وعلى إزالة المديونية في العراق وساعدني مجموعة من الأخوة في مقدمتهم عدنان الجنابي لكان وزير معنا وهو جالس معنا هنا في معالجة المسائل الاقتصادية وبدأنا نشكل مؤسسات للدولة ليس لنا لو أنما للدولة شكلنا مجلس عمار سلمت إلى برهم صالح شكلنا مجلس علال لسياسات النفط والغاز شكلنا لجنة اقتصادية عليا شكلنا لجنة خصخصة تحرك المصانع العراقية وتعطي العمال دورا رئيسيا في إدارة هذه المصانع وتكون هذه نقابات العمال أساسية في أن تكون لها حصص في هذه المصانع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة